المرة دي بجد مش هنسبها لحد خروج الزمالك رسمية من بطولة أفريقيا بعد القصارة 2-0 من شباب برزداد وتزايل المجموعة برصيد أربع نقاط الحصار وهل فريرة بلونا صنح عصام أم لمونا عصرها هيسا تعالوا نعرف ده في حلقة جديدة من المشاجعة حلقة جديدة المشجع ما تنسوش تعملوا شير واللايك وما تنسوش تعملوا متابعة وسبسكرايب على اليوتيوب ومتابعة الفيسبوك عشان يوصلكوا كل جديد وتعالى النهاردة نتكلم عن حصالة أفريقيا إزا مالك بيحافظ عن لقب المحبب والمفضل ليه وهو لقب الحصالة لقب اللي الناس كنت بيزعل لما بيتقال أو لما كنت بقول إن إزا مالك حصالة أفريقيا إزا مالك لسنة الثالثة ع التوالي بيخرج حصالة مجموعته والفريق الأخير في المجموعة ده طبعا غير السنين اللي قد كده دين مرت تسعة في تاريخه من 21 سنة وتعالى أقول لك إن 21 سنة هيبقوا 22 سنة هتقول 22 سنة إزاي هقول لك إن إزا مالك بنسبة 99% مش هيشارك في بطولة أفريقيا السنة الجاي ليه؟ لأن إزا مالك دلوقتي خامس دوري إزا مالك لو تم تسليم أو تم انتهاء الدوري المصري في غير ما وعده وتسليم الفرقة المشاركة في أفريقيا إزا مالك هيشارك في الكونفضرالية مش في أفريقيا طيب لو إزا مالك لعب الدوري أو اكتمل أو الدوري قدر إن هو يخلص في المعدة إزا مالك هيبقى كبير وإن هو يكون تالت الدوري المصري بعد النتائج اللي هو فيها فإزا مالك صعب جدا إن هو بالشكل ده يشارك في أفريقيا السنة الجاي يعني تقدر تقول إن إحنا نبدأ نعد في السنة اللي 22 بدون أفريقيا للزمالك في شكل طبيعي جدا لفرقة يغيب عنها الاحتواء وتعالي أقول لك إن حقيقة الموضوع ده بعيدا عن التحفيل وبعيدا عن القصة دي هو دي قصة فريرا وإيه قصة البلونة واللمونة؟ اللمونة دي قصة كابتن هايسن فاروق كابتن هايسن فاروق يقول إن فريرا مدرب كبير ولكنه لمونة متعصرت خلاص وطلع كل اللي عنده ولكن مش ديه حقيقة كابتن هايسن كابتن هايسن فريرا ده بللونة إعلامية صنحها عصام عبد الفتاح والاحتواء ودي حقيقة الموضوع فريرا لما رجع واخد الاثنين دوري والكاس لأن خب بالك إن فريرا نفسه طلع قال ما تنسوش إن إحنا مخدري الاثنين دوري وكاس مش مهم نخرج من أفريقيا ومش مهم إن هو يرجع عشان الشرط الجزائي وخب بالك الرجل ده بصراحة على قد حب الجماهير ليه على قد ما هم رد الحب بكل الحب بصراحة أنا أنا قلت أنا مع استمرار فريرا لمواسم لمواسم الراجل رجع عشان الشرط الجزائي وفعلا وقد كان خلاهم في المركز الخامس وخرجوهم من أفريقيا حب حب الجماهير ده نعمة ولكن تعال أقول لك فريرا كيف صنعوا الإعلام وكيف صنعتوا البلونة الإعلامية صنعتوا البلونة الإعلامية بأن هما لما طلعوا قال لك إن فريرا ده العبقري اللي مفيش منه اتنين اللي المفروض يدرس للمنتخبات والمدربين المصريين عشان نتعلم منه ده كان بلونة صناعة عسام عبد الفتاح واحتواء الدوري غير كده مفيش فريرا خب بالك إن نفس فريرا ده اللي جيه في دوري 2014-2015 اللي كان إهداء برضو للزمالك كان صناعة بلونة إعلامية لفريرا لأن فريرا في أفريقيا ساعتها في الموسم ده خرج من أفريقيا ومن دوري المجموعات وخرج وهو كان ساعتها برضو خسران ساعتها كان من النجم كان يا من النجم يا من الوداد خمسة يعني اللي هما بيتريع عليك فيه ده هما فريرا خرج من أفريقيا بنتيجة الخمسة في أول مشاركة لي أفريقية قبل كده فريرا عمره ما حققش أفريقيا مع الزمالك فريرا لما بيحقق الدوري بيكون فيه احتواء دوري 2014-2015 اللي تم إهداء للزمالك وانا يعني مش عايز أدخل في تفاصيل ليه تم إهداء دوري 2014-2015 للزمالك تفاصيل يعني ايه مش كلها قورة مش كلها قورة هي كانت مكافأة لمجلس قدارة الزمالك ساعتها لأسباب ما ولكن خلينا نقول انه ده كان بالاحتواء كان باللجنة التحكيم عشان كده فريرا كان بطل الدوري ساعتها الاثنين أخير الاثنين موسم نفس الكلام احتواء روح بروتوكول وكلنا شفنا الفار بتاع كاتل الشاي اللي بيه زمالك بيكسب اثنين دوري وشفنا قد ايه الاعلام صنع بلونة وهلا من فريرا انه عبقاري مفيش منه اثنين وكلنا شفنا حقيقة فريرا في افريقيا شفنا تغييرات فريرا قلت بالك الزمالك النهاردة كان من عدل صفر وصفر وكان مش احسن حاجة لكن مش اوحش حاجة يعني ما كانش اوحش حاجة النهاردة طول لغاية التلت تغيرات اللي عملهم فريرا اللي بعدها زمالك قد جنين وبقى حصلت افريقيا واخرج من دوري المجمعات واللقب المفضل لي وعلى فكرة ده شيء يحسب لزمالك اللي دايما بيحاول يحافظ على اللقب المفضل لي وده اللي احنا كنا بنقوله فريرا بلونا صراحة الاعلام الصفقات الجديدة صفقات كلها عمولات وصمصرة وكلها لعيبة لا تسلح للعب وقراط القدم ده اللي احنا قلناه وطلعت الجماهير شتمتنا ولكن مفيش انا بقولك اتحدى ان نلاقي واحد من جماهيرنا دي زمالك عنده الجراء والادب والشجاعة انه يطلع يقولي انا اسف انا كنت بلطان انا اسف هم فعلا كانوا بيتحكوا علينا وبيستخفلونا لا ليه لانه هما بيحبوا ده هو بيحب اللي يستخفلو بيحب اللي يحكيلو الحكاية اللي هو بيصدقها من قبل ما تتحكي دلوقتي هيطلع يصدق شوية كلام على المؤامرات وعلى لولا الحبس وان عشان الرئيس محبوس فاحنا بنخسر وخرجنا من افراقيا عشان اللعيبة نفسيتها متأثرة والكلام اللي من هزا القبيل بالرغم ان هو بقاله واحد وعشرين سماء وبدأنا في الاتنين وعشرين اللي بنسبة كبيرة هو مش هيشارك فيها اصلا ويبقى بقى له اكتر من اتنين وعشرين سنة قلصت تعليمي قلصت مدرستي قلصت السنوي قلصت الجامعة جوزنا خلفنا عيانا قرابوا وتجوزوا والزمالك لسه ماخدش افراق وطبعا السادسة يا زباني كلمة بنسمحها بقولك بقالنا فوق الواحد وعشرين سنة وماشي هنبدأ نمشي في الاتنين وعشرين الناس كابتلومني لما كنت بقولوا الواحد وعشرين سنة عشان اكتب لكم الزمالك مش هياخد افراقيا ازميتي الكبيرة شيكبال طيب شيكبال انا مش هتزغل لما اخد افراقيا مع الزمالك وإحنا وعدنا الجماهير وبالعرق هناخد افراقيا وبيقال ان الزمالك بيجو عليه في الدوري عشان خد اتنين دوري ورابعة فالزمالك هو هو من هينفع ياخد التالت عشان بيرضوا الاهل بيتقال كده من الزمالكوية بيتقال كده من كل الزمالكوية على فكرة المثقفين والغير المثقفين بيتقال كده من كل الزمالكوية تمام طب وفي افراقيا الواحد وعشرين سنة فين العرق وفين محاولة اقصائك اللي بتحصل بقالها واحد وعشرين سنة انت فين من القرة اصلا وفين من عصام عبد الفتاح يبقى ده اللي احنا بنقوله يا جماعة بلونة اعلامية وبلونة ادارية بيصنحها تحاد القورة والاعلام المصري فرقة اسمها الزمالك دوري هتلي عصام عبد الفتاح غاب عصام عبد الفتاح غاب الاحتواء غاب المكسب والفوز والبطولات افراقيا مفضوح فيه في وجود عصام فعدم وجود عصام او مافيش عصام ملجوط في الدوري المصري فمافيش في افراقيا في اخر ثلاث سنين صفر كبير وهكزا وهكزا حتى في وجود عصام نفس الكلام اللي بيحصل مع الزمالك في الدوري المصري ان هو في تحكيم ففي مكسب افريقيا مفيش تحكيم فمفيش مكسب ليه؟ لان مفيش مجملات مفيش السيف الجزيري والغطس اللي بيتحسب ضربات جزاء بتحسب من نص الملعب ممكن يصفر الحكام يصفروا ضربات جزاء وهي دي حقيقة فرقة الزمالك ده اللي بيحاول يصنعوا اتحاد القورة خب بالك الزمالك ده الفريق اللي تم تأجيل مباراة سيراميكا ليه؟ الفريق اللي لعب كل اسبوع كان بيلعب ماتش الاهلي الضغط الاهلي كان بيلعب كل يومين ماتش او كل تلتة ايام ماتش الاهلي رمض طم رفض تأجيل مباراة المقاولين ليه؟ هقولك ليه رفضوا تأجيل مباراة المقاولين لان زي ما بيقولك الاهلي اللي تخبى جواب الاتحاد الافريقي من الاتحاد المصري عشان ما ينظمش النهائي التالت لها على التوالي الاهلي اللي بيشرف في القورة المصرية والنقطة المضيقة بيزبط دايما فشل الجميع بيزبط فشل المنظومة فالمنظومة بتحاول تخدم مين وبتأجل لمين وبتساعد مين وبتهدي الدور المين وبتجيب عصام لمين للمنظومة الفشلة اللي بتساعدها انها تبلور حالة القورة المصرية كلنا فشلة زي ما بعض فتمام ده بتاعنا ساعده طب الناجح الناجح دا يفضحنا الناجح دا يبين فشلنا الناجح دا يبين ان احنا قد ايه عندنا فشل اداري زريع في المنظومة يبقى نعمل ايه؟ يبقى نعارب كل الناجح ونساعد الفاشل لان الفاشل هيفضل فاشل فنفضل كلنا فشلة فما يبانش فشلة اما اللي بينجح وبيوصل للعالمية بياخد افرق وثلاث مرات متتالي ومرتين متتاليين وبرونزية وثلاث مشاركات واكتر نحيش ما نوصول للنهائي وثلاث نهايات متتالية لا دا هيبين ان القرى فيها ازمة ماهو ازاي يبقى انا عندي نادي بيعمل كده ومنتخبات على جميع الاسعيدة بتفشل والقضب التاني اللي بيحاول يصنعه الاعلام اللي دا القضب التاني للقرى المصرية بيفشل هذا الفشل الزريع لمدار 21 سنة 21 سنة حصلت المجموعة اللقب المفضل يبقى هيبان قد ايه؟ ان خلاص هو دا بس دا الناجح دا المنظومة الوحيدة الناجحة نعمل ايه؟ نعطل دا عشان دا مننا فاشل زينا ولكن طبق الحقيقة ان فيريرة بلونا صراحها الاعلام وعصار عبد الفتاح ومش لمونة وتعصرت زي ما قال كابتن هيسم فاروق بل بالعكس جمهور الزمالك هو اللي لمونة وتعصرت من العياط نسيجة انه هم بيصدقوكو وبيمشوا وراءكو ولكن زي ما بقولك هم بيحبوا وبيكيفهم او اللي بيطلع يضحك عليهم وعشان احنا بيقولهم الحقيقة وعشان الحقيقة دايما بتوجع وبتحرق هيطلع يجتمك ويهاجمك انت لكن مش هيهاجم اللي اصلا ضحك عليه اللي ضحك عليه بالصفقات واللي ضحك عليه بالموديل الفني واللي ضحك عليه بالشرط الجزائي واللي ضحك عليه بانه هو انا ماشي وماقدرش اشارك مع الموديل الفني ده لانه هو مهمش دوري وانا مش هاخد فلوس حرام في الجهاز الفني وبعد كده رجع للجهاز الفني وبعد كده انا ممكن امشي أشيل الشنطة لفريرة ده البروف والبروف واحد عشان بيصدق الإعلام اللي ضحك عليه وطلع قاله شعرات إن فريرة المفروض يدي دروس للمدربين وإن هو بنتعلم منه وللأسف مخهم صور لهم إن هم ممكن يساوه ويقرنوه بمنول جزيء الأسطورة القروية اللي جات النادي الأهلي وحققت إنجازات لو فريرة درب الزمالك لمدة عشرين موسم قدام مش هيقدر يحقق نصها إلا في وجود عصام عبد الفتاح ولجنة الاحتواء وفي الدور المصري لأن أفريقيا ما فيش عصام عبد الفتاح أفريقيا هيفضل حصالة وهيفضل بيحافظ على لقب الحصالة مبروك لنادي الزمالك ومبروك لجماهيرو الحصول على لقب المفضل وعلى لقب الحصالة مبروك الخروج المهين من أفريقيا كالعادة مبروك عليكم الصفقات الجديدة مبروك عليكم مجلس الإدارة مبروك عليكم التحكيم مبروك عليكم اللعيبة مبروك عليكم الدحك عليكم من اعلامكم ومن صحفيينكم من السوشيال ميديا بتاعكم بصراحة تستهلوهم ويستهلوكم ويا رب دايما حصالة ومشرفين القرى المصرية ومبروك على الاتحاد المصري وعلى ربطة الاندية وعلى رفض التأجلات مبروك عليكم الزمالك اشبعوا بيه ويشبع بيكم مبروك عليكم الفشل تستهلوه وان شاء الله باذن الله دايما غرقانين فيه ان شاء الله باذن الله شوفكم في حلقة جديدة من المشجع وما تنسوش تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب تابع على الفيسبوك واللايك والكممنت والشير عشان نوصل للغير ونبقى مليون بيكم وليكم سلام